اشتركوا في القناة في زوريخ السويسرية شيد المتحف على مساحة ثلاثة آلاف متر مربع ويتيح المتحف لزوار فرصة الصفار عبر التاريخ من خلال عرض أكثر من ألف قطعة حبارة عن أقمصة وأحذية وكرات التي تم استخدامها منذ عام ألف وتسعمائة حتى كأس العالم الأخير بالبرازيل سنة الفين وأربعة عشر وأزيد من ألف وأربعمائة صورة وما يقارب خمسمائة شريط فيديو كما يتوفر المتحف على العديد من الوسائط التفاعلية من أجل ضمان تجربة فريدة للزوار وستين شاشة تعرض فيها لقطات متعلقة بكرة القدم هنا في طبق الأول استعراض لقمصان المنتخبات الوطنية المائتين وتسعة المشكلة للاتحاد الدولي لكرة القدم وهنا على الجدار علقت صور للرؤساء الذين تنوبوا على رئاسة الفيفا وبعض الأحداث التي طبع تاريخ الكرة العالمية ولمعرفة تاريخ كرة القدم المغربية ما عليك إلا بالنقر على هذه الشاشة حتى تظهر لك كل البيانات الخاصة بالمنتخب وبالجامعة الملكية المغربية لكرة القدم عدد المقابلات التي لعبها المنتخب الوطني عدد الانتصارات وعدد الهزائم الترتيب الدولي كل ما له علاقة بالمنتخب الوطني المغربي وبالجامعة الملكية المغربية يظهر من خلال هذه الشاشة في الطبق الثاني من المتحف وتحت حراسة أمنية مشددة تتألق النسخة الأصلية لكأس العالم للرجال وبجانبها نسخة الأصلية الخاصة بكأس العالم للسيدات في الطبق الثالث حضور متميز لتحكيم المغربي من خلال عرض صورة لقميس يحمل شعار الجامعة الملكية المغربية لقرة القدم واللجنة المركزية لتحكيم وبورتري عن الحكمة المغربية لمياء لوراغي التي حصلت على الشارة الدولية سنة 2011 ولن يكون المتحف مجرد مكان لعرض الصور والجوائز وتذكارات بل مكان حيوي للاجتماعي والتلاقي ومنتدى لنقاش بين كل مكونات أسرة كرة القدم العالمية وأيضا لعقد المؤتمرات الإعلامية ومراسيم التكريم من خلال الصلاة والقاعات التي تم تشيدها لهذا الغرض ترجمة نانسي قنقر